السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرد بذلك أن نتحدث عن أربع مواقع ستحتاجهم لو كنت شغال في مجال الـ Graphic Design هذه المواقع كلها لها علاقة بعض تقريبا نفس العيلة ولكن كل مواقع يعمل وظيفة محددة أول مواقع معنا هو من اسمه Watermark Remover وهو يزيل الـ Watermark كنا شرحناه قبل كده في فيديو كيف تحمل من Shutterstock كل ما عليك أن تدخل على الـ Website يظهر معاك بالشكل هذا طبعا هذه هي الصيغة التي يدعمها الـ Website وكنت تجيب صورة من خلال الرابط ولكن سنرفع صورة عندنا سنرفع صورة عندنا ونرفع الصورة من عندك طبعا الصورة ستكون فيها علامة مائية أو Watermark أي أن كانت العلامة المائية فالموقع يبدأ أن يشيل هذه العلامة المائية بعد تحميل الصورة يظهر معاك بالشكل هذا تشالت العلامة المائية بكل سهولة طبعا بعد تدخلص تدخلص على الـ Load image وتبدأ تحميل الصورة بدون علامة مائية طبعا يفضل أن تعمل أكاونت داخل الموقع والموقع يجب عليك بس في الخطة الـ Free 50 صورة أو 50 تحميل أو 50 عملية في الموقع بشكل مجاني طبعا إستكبر وتبدأ تشتري الإصدارات الأكبر أو تعمل أبجريد للأكاونت بتاعك طبعا نأتي على الـ Web site الثاني وده وظيفته أنه يبدأ يضغط لك الصورة أو يضغط لك حجم الصورة بتاعتك تبدأ من خلاله ترفع الصورة من هنا طبعا تكون الصورة حجمها كبير ولكن انت تريد تصغر حجمها عشان تكون سهلة في النقل يبدأ يعمل Upload للصورة بعد رفع الصورة تظهر معاك بالشكل هذا طبعا دي الصورة الـ Original ودي الصورة بعد الضغط تبدأ ان انت تحكم في Quality وDimension أو Resolution وعيكا بتبدأ تعمل Download للصورة بعد الضغط نأتي على الموقع الثالث وده موقع بيعمل Upscale للصورة لو انت عندك صورة بـ Quality وحشة فبتبدأ ان انت ترفعها على الـ Web site ده ويبدأ انه يحسلك لحد ما في الـ Quality بتاعت الصورة تسعى Upload Image وترفع الصورة بتاعتك يبدأ يعمل Upload للصورة وبعد ما بيعمل Upload للصورة بالشكل ده هنا عندك ثلاث مستويات للـ Upscale عندك هنا 2X أو 4X بتختار طبعا اعلى حاجة اللي هي 4X وبعد كده بيولك Please Wait ودايما تتأكد ان انت معلم On على الخيار ده عشان يديك افضل Quality ممكنة للصورة بتاعتك الشكل ده طبعا الصورة اللي فوق اللي هي الصورة اللي معمول لها Upscale والصورة اللي تحت اللي هي الصورة الـ Original اللي انت رفعتها بعد كده تدس على تحميل بتبدأ تتحمل عندك على الجهاز يأتي على الويب سايت الرابع والاخير معنا وهو Remove Background اختصار من اسمه بيزلك الخلفية بتاعت الصورة بشكل احترافي جدا طبعا زي وزي باقي المواقع في طريط رفع الصورة عندك URL أو ترفعها منها على الجهاز بتاعتك ونفس الصيغ بنفس المواقع اللي فاتت وطبعا ده Preview كده لو حابب تعرف دقة الويب سايت في مسح الخلفية تعرفها من الـ Preview من هنا يجي نرفع صورة من عندنا هيعمل Upload وبعد رفع الصورة بيبدأ يحزف لك الخلفية بالشكل ده طبعا يعني قص احترافي بعد ما بتتقص بتدس على Download Original Size بحيث انه يحملها لك بنفس الحجم ولكن بدون خلفية وطبعا زي ما قلنا كل المواقع دي بتكون الخطة الفري او البلان الفري بتاعتها بتكون 50 تحميلة بس وحابب تزود ممكن تشتري الخطة من عندهم طبعا الخطة عندهم هتلاقي Pricing هنا تبدأ من 29 دولار في الشهر ب300 تحميلة وعن بعض الخطة التانية حسب الخطة اللي انت عايزها لو حابب تشترك في الويب سايت ده كل الويب سايت دي تلاقي تحت في description بالترتيب لحد دي ناوي الفيديو خلصة ربي تكون الفيديو افادكم وتكونوا استفدتوا ولو بمعلومة من الفيديو ما تنساش دعمك لينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته